موسيقى نحن استنتاجنا الواضح أنه حتى الآن لا يوجد سياسة واضحة لهذه الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى تسوية إلى اتفاق إلى سلام في المنطقة الإشارات الصادرة عن الإدارة حتى الآن ليست واضحة على الأقل ليست واضحة بما يكفي وفي حقيقة هذا الأمر تحتمل أكثر من معنى إشارة الرئيس ترامب إلى ضرورة التوقف قليلا مرة ثانية إذا كان المقصود هو ضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستعمرات لإتاحة الفرصة لعملية تفاوضية جدية هذا جيد إذا كان المقصود إضعاف موقف الإدارات الأمريكية السابقة الثابت تجاه المستعمرات من خلال تعبير مثلاً مثل Little Bit فهذا بطبيعة الحال سلبي للغاية ثالث حول موضوع القدس إشارة الرئيس ترامب أن هذا موضوع مهم جداً له وأنه ينظر فيه بجدية وسنرى أن هذه مسألة صعبة وتحتاج إلى دراسة إذا كان المقصود وضع هذه الخطوة جانباً أي تخلي عنها هذا بطبيعة الحال أم جيد نحن نرحب به أما إذا كان المقصود تأجيل قصير للخطوة فهذا بطبيعة الحال خطيل للغاية وسأعود إلى الموقف الفلسطيني في هذا المجال بغض النظر عن عدم وضوح السياسات الأمريكية حتى الآن والملاحظات والاحتمالات التي تحدثت عنها موقفنا نحن موقفنا في فتح وموقف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية موقف شديد الوضوح وليس على وشك التغير يعني الوجود الوطني الفلسطيني وجود دولة فلسطين الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني هذا أمر لا يخضع للأخذ والعطاء